اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وليست محرمة في الاسلام ولا في القرآن ولا في صحيح الاحاديث في السنة يعني وان محمد كان يجيز اضعارة بصراحة ووضوح احنا هنتناول موضوع من عدة وجوه وهنتكلم على عدة ايات وعدة احاديث فخلينا الاول نتكلم على هذه الاية والاية في صورة النور الاية رقم 33 يعني هنترك الجزء اللي ماهن مناشر ان هي الاية طويلة هنبدأ من الجزء اللي همنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم في التفسير ان سبب هذه الاية هي كانت جارية لعبد الله بن عبي بن سلول وكما نعلم ان عبد الله بن عبي بن سلول كان سيصير ملكا على المدينة قبل وصول محمد وكان يكره محمد كرها شديدا وكان محمد ينعته بانه رأس المنافقين في المدينة والمنافقين هم المعارضون لمحمد الذين يظهرون المؤلاء له خوفا من بطشيه فالآية نزلت في جارية لعبد الله بن عبي بن سلول تمام خلينا نطلع اسمها كان اهل الجاهلية اذا كان لحديم اما ارسلها تازني وجعل عليها ضريبة ياخذها منها كل الوقت تمام اه فكان عبد الله بن عبي بن سلول عنده جارية يقال لها معاذة تمام كان يرسلها اه لتمارس الجنس مع الرجال اه باجر واخذ ضريبة على ذلك يعني كان اه خوادة تمام طبعا المفسرين اه بيرقعوا الاية اه اه بيقولوا اه اه جملة ان اردنا تحصنا اه شيء في اللغة العربية اه بيسمى المنطوق والمفهوم اه يعني منطوق اللفظ والمفهوم منه تمام بيقولوا ان هذه اه الجزئية لا مفهومة لها وانها تجري مجرى الغالب انت خبالك بدون الدخول في تفاصيل فقية يعني اه اه بيحاول يحرفوا معنى الكلمة ان اردنا تحصنا اه انها اه يعني على وجه اه 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 ضرب المثال لا اكثر ولا اقل لكنها لا تبيح اه 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 البغاء تمام اه والغريب في اخر الاية اه 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 انه بدلا ان يقول اه ومن يكرههن فله عذاب عظيم مثلا فيقول ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم فكما نرى في القرآن اه 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 الاشياء المحرمة اه يتم النهي عنها بشدة وبالفاص حدة وواضحة مثل اه اه حرم عليكم اه اه الخمر والميسر والانصاب والازلام اه اه وفي الاية الاخرى ولا تقربوا الزنا يعني حتى لا تقربوا منه لا تفكروا في الامر انه كان فاحشة وساء سبيلا تمام لكن هنا اه الاية تأمر بعدم اكراه الفتيات على البغاء فمعنى ذلك اه ان عدم اكراههم اه يعني في حالة اذا لم تكن اه الفتاة مكرهة على البغاء يجوز لها ذلك بناءا على نص الاية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا طب ان لم يردنا تحصنا يبقى عادي ان انت تكرههم تمام طب هم مش مكرهين يبقى يجوز برضو ده بناء على كلام الاية تمام ده حتى الاية بتقول اه اه حتى ان اكرهت فتاتك اه او جاريتك على البغاء لتبتغي عرض الحياة الدنيا اللي هو المال فبيقول لك ايه بقى ومن يكره هن يعني من يكره هؤلاء الفتيات آآ الثغرات والفجوات الكثيرة الموجودة في دينكم تمام فيعني لما نيجي من آآ آآ ننظر في الحديث يعني اكرم عن ابن عباس النجارية لعبد الله بن عبي كانت تسني في الجاهلية فولدت اولادا من الزنا وكان الولد من الزنا ده عند العرب شيء جيد لان العرب كما نعلم كانوا في الجزيرة كانوا فقراء لا يجدوها الطعام وكانوا واكلونا لحم الميتة واكلونا الضب ولازالوا الى الان بحكم الطبع تمام آآ فكان عندهم ابن الزنا ده يعني له قيمة لانه ابن لما يكبر مثلا يدخلوا حرب يسلب وينهب معاهم مع القبائل الاخرى او يعمل واعطلوا اجره او فتاة تمام آآ يعني يزوجها لأحد بنقابل المال ومثل هذه الامور فولدت اولادا من الزنا فقال لها مالكي لا تزنين يعني انت ليه بطلت زنا قالت والله لا والله لا ازني فضربها فانزل الله عز وجل ولا تكروا فتاةكم عن البغاء اللي احنا ايه قلناها وكما نعلم انه يقولون في كتب التفسير كان اهل الجالية اذا كان احدهم اما ارسلها تازني واجعل عليها ضريبة اخوزها منها كل وقت تمام آآ وكما نعلم الاية نزل في عبدالله ابن سلول انت اخب لك آآ لانه كان يكره آآ آآ الجواريه على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في اولادهن آآ فيعني الغريب ان جارية مسلمة يكرهها سيدها على الضعارة تشتكي لرسول الله فمفروض رسول الله بقى الطبيعي لو هو مش راجل معرس وقواد تمام يعمل ايه بقى يغضب ده اول حاجة على طول يقول له فغضب رسول الله فهو لو في موضع يغضب فيه يغضب بقى انها مسلمة وسيدها بيكرهها على الضعارة فمفروض يغضب ويقول ايه بقى ايه فيها تهديد ووعيد لمن يفعل هذا لكن محمد يعني فجأ الجميع فقال فان الله من بعد اقرارهن غفور رحيم وهذا اقرار ضمني له منه اه ومن الله المزعوم اه بجواز اه البغاء الضعارة دمرة واحد انه مكروه او غير مستحب ان يكره الرجل فتاته او جاريته على الضعارة والبغاء مقابل المال ولكن ان فعل هذا فان الله من بعد اقرارهن غفور رحيم ربنا يكفره وارحمه عادي يعني تمام فهذه الجزئية يعني تجزم بملادع مجالا للشك ان محمدا كان قوادا وكان يبيح الضعارة تمام والبغاء فلا يتشدق علينا احد بعفة الاسلام واحتشام الاسلام وان الحجاب لسطر المرأة ومثل ذي الامور فنبيكم كان يبيح الضعارة وإلهكم يرضى بالضعارة ويغفر ويرحم لمن يكري الفتيات على الضعارة وهذا بنص القرآن عشان متقوليش بقى انت جبت الضعارة الاسلامية الحلال دي منين؟ اهي ضعارة اسلامية حلال تمام؟ يعني في اسوأ احوالها مكروهة المكروه ده اللي انت لا تعاقب يعني عليه لكن يفضل ان انت لا تفعل طيب من الوقاع ايضا ان جاء رجل الى الرسول يستشيره في زوجته التي يحبها تمام؟ ولكنها كانت سامحة مع الرجال فقال باللفز فهي لا ترد يد الامس وتلين معهم يعني اي حد تحط يدو عليها ما بتقولوش شالها يعني واحد تحط يدو على بزازة كده فرشلها ما بتقولوش حاجة واحد تحط يدو على تزعل حاجة ما بتقولوش حاجة تمام؟ وتلينوا معهم يعني بتتكلم معهم بعد تهزر وتضحك وبتاع وتشرب صجرتين وكسين وكده تمام؟ ولا تتخذوا رد فعلا ازاءة يد تمر عليها او كلمة تلقى عليها يعني واحد يقولها يا موزة تحكاله ايه 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 وترعماله ايه تمام؟ والمسكين كان بين النارين نار الغيرة على شرفه ونار حبه لها يعني الرجل بقى بيغير بقى على مراته كده تمام؟ وهو بيحبها برضو واضح انها كب موزة يعني فاشار عليه بص بقى محمد يعني مفروض هو يروح يقول محمد كده محمد ده لو انسان محترم بقى في الطبيعي انت خبه لك وزا ما انتو بتقوله بقى ويغار على حرمات الله ويغار مش عارف على مين كان يقوله ايه قوله طلقها قوله مراتك شرمو انت طلقها بيقولك لا ترد ليه دلامس يعني واحد حط يضع على جسمها ما تقولوش انت بتعمل ايه انت فاهم؟ يعني مستباحة انت خبه لك ده صفناز او صفنار الرقاصة اللي انتو بتعيبوا عليها ارقى اخلاقة من محمد ليه بقى لان لو حد وضع يدو عليها تقولوش ايه دك على الاقل هي لسه تعاهرة هي لو تمارس الجنس هتمرسو مع شخص واحد بتحبو او مقابل مال حد او وتفر يعني لكن هي لا تترك الناس بقى يعبثوا بجسدها ومش كل واحد يكلمها وقولك المتين حلوين تروح معا فمحمد مفرد يقول له طلعها بقى دي شرموتة أو طلعها نيابي زانية أو طلعها وتهفر بقى لكن فوق ابن محمد بقى بيقول له فأشار عليه صلعا أن يمسكها إذا كان يحبها ولا يطيق فرقها والحديث رواه النساء عن ابن عباس هو حديث صحيح فمحمد نصحه بالنوع إذا كان بيحبها يبكى عليه فمحمد هنا ضرب بكل القواعد الإسلامية عرض الحائط أمرأة لا ترد يد من يلمسها وده يدل أن الصحابة كان وصع عليك يتحرشونها بالنساء وفي أدلة كثيرة إحنا قلناها قبل ذلك تمام وتلين مع الرجال وبتتحق وبتوزر معهم أنت خبلك وغالبا بقى فيه رجالة كتير نطط عليها إذا كان هي كده في الظاهر وفي البطن بقى تلاقي قلب عداد يعني رش دواخل تمام فرغم ذلك محمد أشار عليه أن هو إيه بدل أن يطلقها كمفروض أنه يطلقها بقى هذا ما هو بقى رسول شريف حفيف بقى وبيكره الزينة وبيكره الضعارة وبيكره الخلاعة كمفروض يقول له إيه طلقها طلب منه أنه يمسكها إذا كان يحبها تمام طيب دي النقطة الأولينية النقطة الثانية بقى هي زواج المتعة تمام زواج المتعة والحركات تعالوا نبص كده على زواج المتعة لقات اللي بتتكلم على زواج المتعة وهي في صورة النساء آي 24 يعني من آخر ما نزل من القرآن لأن النساء من آخر ما نزل من القرآن والمحصنة من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أن تبتغوا بإيه بأموالكم بفلوسكم فما استمتعتم به منهن فآتوهن وجورهن فريضة يعني إلا هتستمتعوا به منهن استمتع جنس يعني فأدوموا المقابل بتاعهم هو مقابل بتاع الزواج المتعال هو مقابل الضعارة يعني الإسلامية تمام ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليم حكيم لا هو هنا مفروض بقى يقولي إن الله كان معرصا كبيرة إن الله كان دايوثا حخيرة كده يعني يعني لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعني أنت يعني اتفتت معا أنت مارس معاك جنس ثلاثة أيام مقابل ميت دولار مثلا زودت معاك يوم يعني أو أنت مستت عليها تيبس كده بعشرين دولار زيادة مش مشكلة يعني الله عليم حكيم فاهمه الله فاهم الأمور دي يعني فاهم الوضع تمام المهم طيب الآية دي هي التي أسطند إليها في تحليل زواج المتع طيب زواج المتع أو الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع أو النكاح المنقطع تمام هو زواج يتقوم يعني بيقوم على ثلاث أشياء العقد تمام ومدة المتعة والمهر ولا يتورث الزوجان فيه يعني لو واحد مجاوز واحدة متعة ومات ما تورسوش ولا تجيب النفقة للمرأة على الزوج ولا المرأة يجب عليها نفقة لها نفقة من الزوج لو الزوج طلقة يقول بتحريمه أهل السنة والجماعة والإباضية والزايدية والإسماعيلية الزايدية والإسماعيلية دول طائفة طيب من الشيع شرحناهم قبل كده في محاضرة الإرهاب الشيع اللي عايز يرجع لها بالتفصيل وأنه كان على العهد النبي ثم حرمه النبي ثم أباحه ثم حرمه واعتبر من الأنكحة الباطلة المحرمة المهم يعني يرى الشيع الاثنى عشرية اللي هم بتقزبطوا قرار كده الشيع الاثنى عشرية ليهم عدة أسماء الشيع الجعفرية والشيع الإمامية هيدا بينما يرى الشيع الاثنى عشرية أنه حلال وأن الذي نعى عنه هو عمر بن الخطاب وليس الرسول طيب تعالوا نبص كده يرى أهل السنة أن الرسول قد نعى عنه يوم خيبر أو يوم الفتح والذين قالوا حرمه يوم خيبر قالوا ثم أبيحه في غزوة الفتح فتح مكة ده على ما تذكر تسعة هجرية يعني قبل ما محمد يقول يموت في دهيا تمام بسنة يعني في نهاية الدعوة المحمدية خالص ثم نعى عنه في اليوم الثالث بيلعب بقى انت فهم يعني ده دليل بقى انه بيمشي مزاجه ما ربنا مش ههمر بحاجة يعني يبيح حاجة وبعدها باسبوع ينهي عنها أو بسنة وبعدين يبيحها تاني وبعدين ينهى عنها بعدها بتلتة ايام لكده الله بيلعب بقى تمام ثم يبيح في غزوة الفتح ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح وقيل نهي عنه في حجة الوداع قال ابو داود وهو اصح يعني حجة الوداع يعني محمد هو بيموت خالص قبل ما يموت باسبوع حرامه طبعا ده كلام غير منطقي طبعا انت سايبه حلال كل المدة دي الناس عمالها تنط على بعضيها ومستمتعها ومبسوطة انت فهم وقال الربيب بن سليمان سمحت الشفعي اللي هو الامام الشفعي يعني يقول لا اعلم في الاسلام شيئا يعني انا ما عرفش في الاسلام شيئ احل ثم احرم ثم احل ثم احرم غير المتع يعني الله كان متردد اسبهم بقى انيكوا بعض ولا لا وبعدين هو يشوفهم اه يا لقد هايزيت ولا لا حرامه تاني لا 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 ابيحه تاني يعني احل ثم احرم ثم احل ثم احرم دي في حد ذاتها شبهة تبين لك ان ما كان يحلوه احرمه محمد كان يحلوه احرمه بناء على مختضات الامر الواقع والظروف المحيطة وليس بناء على امر الهي كما يدعي المهم اجيب لك انا بقى ادلة التحريم تمام اه جاب الاية اللي احنا قلناها والمحصانات من النساء وقال له فقط عبارة سبحانه بالاستمتاع دون الزواج وبالاجور دون المهور ودل على الجواز المتعة لان الاجر غير المهر الاجر ده في الضعار اللي انا عرفه انت تقدر تسميلي اسم لرجل بيدفع مال لامرأة مقابل ممارسة الجنس لها غير الضعارة او البغاء لا انت سمته زواج متعة ده موضوعك بقى انت فاهم ده موضوعك انت فاهم يعني انت ممكن تشوف سرصار تسميه حمادة ده لان يغير في انه هو سرصار طالع من البلاع فانت سمته زواج متعة لكن هو ضعار فما استمتعتم به من هن فاستمتعتم ايه مش استمتعتم قاعد لعب مع بلستش والله شطرانج لا استمتعتم يعني الجنس متعة جنسية مارس مع الجنس فقاتوا هن ما قالش ايه مهورهن اجورهن يعني استمتع بأجر هو ده زواج المتعة وهو ده الضعار يبقى ضعارة اسلامية حلالة ايه وجاء في القرآن القرآن يأمرك بالضعارة انا مليش دعوة بلقولك حر بعد كده المهم ان هو احلها في وقت ما حتى على لو خدت رأي اهل السنة والجماعة مش رأي الشيعة الشيعة هو حلال الى يومنا هذا تمام فما استمتعتم به من هن فااتوا هن وجورهن فريضة تمام يعني اجر الضعارة ده فريضة من الله الله فرض عليك ان انت لما تروح لعاهرة تمارس معاك انس تدفع لها لأجر بتاع ما تكونش عليها فلوسها يعني تكونش عليها على قراك تمام فده في القرآن اهو وقرآن يسيبك بقى من محمد حسن ولعب العائل ده اللي يقولك القرآن ينسخه الحديث القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن ده منطقي القرآن أعلى من الحديث طريقة الوصول بتاعت القرآن على حسب زعم المسلمين أفضل انه هو نقل بالتواتر لكن احاديث احاديث احد ما فيش غير عشر احاديث هي المتواترة اللي عشرين حديث فالمتواتر ده بيسموه ايه قطع السبوت تمام انت عندك طريقة الوصول في حاجة اسمها قطع السبوت وظن السبوت قطع السبوت ده هو القرآن نقل بالتواتر ظن السبوت ده والاحاديث غير المتواترة وهي 99% من الاحاديث تمام في حاجة اسمها قطع الدلالة وظن الدلالة يعني ايه قطع الدلالة ده يعني ايات واضحة محكمة اللي هي ايات قال عنها الله في القرآن المحكمة ظن الدلالة ومنه اخر المتشابات وقال كده في القرآن اللي هي ايات المتشابة اللي حملت وكذلك في الحديث فيها حديث معناها واضح تمام قطع الدلالة وفي برضو ايه ظن الدلالة وفي قطع الدلالة وظن الدلالة ده في المعنى طريقة الوصول في قطع السبوت وظن السبوت فالقرآن ده قطع السبوت والآية ده قطعية الدلالة يعني 100% يعني 100% فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ايه بقى اللي عندك اللي انت بتدعي ان هو بينسخ هذا الكلام؟ لا شيء فيه آية في القرآن بتنسخ هذا الزواج؟ لا هذه الدعارة سوري اللي هي زواج المتعة؟ لا أحاديث جمعناها نارة والأحاديث والحديث ظن السبوت وظن السبوت عند أهل السنة والجماعة انت فاهم؟ يعني عند الأزهرة مثلا انت خبلك هم يعتبروا من أهل السنة والجماعة كانوا أشاعره لكن هو أكبر مدرسة إسلامية في العالم الإسلام تمام؟ ظن السبوت لا ينسخ أبدا من قطع السبوت يعني الحديث لا ينسخ أبدا يعني لا ينسخ فأحسن الأحوال عشان تنسخها في القرآن بحديث لازم الحديث ده يكون متواتر ولم يأتي حديث متواتر في النهي عن المتعة تمام؟ وحتى لو جاء حديث متواتر بالنهي عن المتعة ونسخت فمعنى ذلك أن الله ومحمد أباحوا الدعارة لمدة سنوات يبقى الله داعر لما أنا أقول الله داعر ده مش اصدراء أديان الله داعر بيبيح الدعار يبقى مفروض أن أسماء الله الحسنة مش تسعو سئين أسم ومئة أسم حط له الداعر انت فاهم؟ وتسمى ابنك عبد الداعر انت فاهم؟ لأن الله مش عبد الواحد بقى عبد الداعر لأنه بيبيح الدعار تمام؟ تبقى يقعد يجيب لك أحاديث بقى اللي هي بتحرم المتعة يقول لك إيه ففي صحيح مسلم عن قايص قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول كنا نفز مع الرسول صلعا ليس لنا نساء يعني بنطلع معها زواد معناش نسوان فقلت قال لأ أنا الصخصي انت وخبلك يعني فقال له بقى قال له يعني ما نخصي نفسنا عباش عشان نزبرنا فطول النهار فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح للمرأة بالثو إلى أجل يعني تروح للمرأة تديها حيث تقوماش تقول لأ بص أنا مارس معاك الجنس يومين وربنا يفرك ثم قرأ عبد الله بن مسعود يالذين أمانوا لا تحرموا طيباتي ما أحلى لكم تمام؟ يبقى زواج المتعة من الطيبات اللي هو ضعارة يبقى الضعارة من الطيبات مش من الخبائث يبقى نبيح الضعارة بقى في مصر ما كانت موجودة أبا أيام الملك كان في ضعارة وكان في عيق أو مقطورة وكانت مهنة وليها رخصة مش يقول لك شربوطة برخصة كان لقى رخصة كان هما مسلمين كان شيخ أظهر برضو كل حد من بيح الضعارة ايه المشكلة؟ هو الإسلام يحض أحرض على الضعارة معناها ضد الضعارة يعني خلي بالك أنت فاهم لأن الضعارة متهن للمرأة تمام؟ وإن كان كثير من الناسات بتقبلها مقابل المادي بتاخده متعة جنسية تمام؟ وعن جابر رضي الله عنه كنا نستمتع بالقبضة من التمر والضقيق الأيام على عهد رسول الله صلعب وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطار شفت بقى جابر الصحابي الجليل أنت خبلك اللي هو جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي من المكسرين من رؤية الحديث النبو تمام؟ قل لك كنا نستمتع بالقبضة من التمر والضقيق يعني جيب شاب بلح في إيه دك كده تروح لأي واحدة تقول لها بصي أنا عايزة إيه أنط عليكي لمدة يومين 3 كده تمام؟ الأيام الأيام دي يعني إسبوع مثلا تمام؟ يعني أنت متخيل قد إيه الصحابيات أو النساء الصحابة كانوا النساء رخيصة وخذرة إن واحدة تمارس معها الجنس وتمارس الضعرة لمدة إسبوع بقبض الطمر طمر شوات طمر شوات بلح تمام؟ هم مثلا ما يجيبش ربع دولار يجيبهم 20 سنتة تمارس معها الضعر فده معنى كده إيه؟ تفهم أنت كده كإنسان عاقل سيبكم أنت حيوز الديني تفهم أنت كإنسان عاقل إيه؟ إن المدينة دي كاتمالياتة يا باشا محدش عارف فيها كسة من زبر كله ركب في بعضه كله مستخبف بعضه أنت فهم؟ صح ولا مش صح؟ لما هو صحابي جليلة هو من أكبر الصحابة الجابر الأنصاري بيقول لك إيه؟ كنا نستمدع بالقدة من الطمر والضقيق شوات دي كده تروح للصحابات الجليلة لهم المسلمين يقول لك عليهم التائبات العابدات القوانيتات السائحات الفاشخات اللي مش عارف إيه تمام؟ تروح لها بشوات دقيق تقطع إيه؟ يعني أنا ممكن دلوقتي أخرج في الشارع عامل واحدة منقبة أجيب لها كسة دي أقول لها إيه؟ مساء الخير محمد بيسلام عليك وبيقول لك أنا إيه؟ عايزين نستمتعنا مدة الأسبوع بكسة دقيق ده انت أخب بالك آه تمام؟ آه فيعني إيه؟ وقال لك إيه؟ على عهد رسول الله طول عهد رسول الله وأبو بكر كمان انت فاهم؟ يعني أيام أبو بكر كمان كان برضو مستمر الموضوع تشوف واحدة تديها كبات شاي ولا كبات دقيق ولا بلحتين ولا انت فاهم؟ وبرطقانتين وبتقعد دم معها إيسبوع انت أخب بالك اللي يقول لك مجتمع العفة والحشمة وعند سلبة بن الأكوع آه سلبة بن الأكوع ده يوشين بولت آآ بتاع آآ الصحابة يعني كان سريع كان بيجري كان بيلعب هالقوة كان بيلعب ميت متر آآ قال آآ رخص الرسول الله صالعم عام أوطاس طبعا بقى سبق أوطاس دفديحة الوحدية عايزة بقى حلقة الوحدية آآ عام أوطاس في المتعة ثلاثا فانطلقته يعني يرخص لهم بساعة آآ غزوة أوطاس لي انهم يتمتع ثلاث تيام يعني اكتر من ثلاث تيام حرام متع ثلاث تيام تروح تدفع فلوس وتنيك واحدة ثلاث تيام تمام من الصحابيات الجليلات التائبات الفضلات تمام فانطلقته أنا ورجل الامرأة من بني عام كأنها بكر عبطاء يعني بكر عبطاء يعني اللي هي الفتاية من القبل طولة العنق يعني كتفرصة يعني كتمزة كتحتة كتغدى عبد الرازي في نفسها كده انت فاهم فعرضنا عليها انفسنا فقالت ما تعطيه فقلت ردائي يعني قلت له انت هتدفع إيه قال لها انا اديك الرداء بتاعي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجوب من الرداء يعني صاحبي كان حيطة القماش بتاع صاحبه أحسن من اللي معاه شوية وكدت أشاب منه يعني أنا كان صحيتي أحلى منه نعم فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها يعني لو كانت تبص ARM صاحبي قماش بتاع صاحبه يعجبها وإذا نظرت إليه أعجبتها وبص عليه هو يعجبها قادي عم الصحابيات الجليلات اهو اخلاق شراميت ايه تمام ثم قالت انت وردائك يكفيني يعني قالت لك ايه برضو هي مرة ايه بتحب الجنس بتحب النكا قالت لك ايه برضو هو الرداء بتاعه مش حلو او زي صاحبه بس هو الوقت ايه شكله حلو ايه وشكله عن تيل كده برضو ايه متعني ما بتستمتع برضو انت فهم وقال صاحبي اه ردائي وكان ردائي اه 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 قالت انت وردائك يكفيني فمكفت معها ثلاثا عدت معها ثلاث ايام ثم ان الرسول صارعا قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بها فليخلص بيلا اه محمد طرع كده فجأة هبت في المهو قال اللي كان عنده ايه اه انت خبالك نسوان بيتمتع بيها بمارس مع الدارة بينيك وبتاع سبب وحديث ثاني اه 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 ان صالعا اه اه اصحابي بقى مجهول عن الربيع ابن صبرة انا ام اما رسمي عن صاحب اسمه الربيع ابن صبرة حتى مش حطيني له لينك في كيف هدي يعني ان اباها وحدفة يعني وبقابلني انه كان مع صالعا فقال يا ايه الناس قد كنتوا اذنتوا لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك اليوم القيامة طب اه حرم ذلك اليوم القيامة وكان محله قبل كده انت خبالك هو بيلعب ما هو حل الله قبل كده وبعدين جاء حرامه على لسان محمد حسب الاحاديث في القرآن هو حلال ضعار حلال على سنة الله ورسوله تعريس على سنة الله ورسوله تمام فرجع بقى حرامه انت فاهم تاني اليوم القيامة الله هو ما كانش عارف ان هو حرام يعني الله اكتشف مثلا ان زواج المتاع ده حرام بعد كده كان فكره حلال يعني كان فكره حاجة كويسة يعني ما كانش عارف ان هو ضعارة مثلا ما كانش عارف ان هو امتهان للمرأة وعملتها كالحيوانة واستخدامها كلوعبه جنسية مقابل المن مكنش عارف ان ده حرام يعني فاكتشف الموضوع ده فحرامه وبعد كده فبرضه قال لك ايه فاليخلص ابله وتأخذوا مما قتيتموه لنا شيء تمام وايهوا بقى يقول لك انعقاد الاجماع عند اهل السنة على تحرمها انا مالي بالاجماع بتعالي القرآن يا باشر تمام طبعا الارماء اه يعني كان الامام احمد محمد اللي له كلمة جميلة يقول لك ما ندعى الاجماع فقط كذا انت اللي عرفك ان الناس اجمعت وانت عدتهم يا باشا وانت عملتهم مثلا على الكمبيوتر والناس عمرها ما اجمعت في حياتها في تاريخها من تاريخ البشر من اول اللي هم وصابين لغا دلوقتي عمرهم ما اجمعوا على عجل فيش مجموعة بشرية هجبها عددهم مثلا الف واحد هيجمع على شيء استحالة اقول لك بقى مجموعة ليه بقى اا ااا اا ااا اا نهى عنه عمر ابن الخطاب وهو علمنبر ايام خلافته خلي بالك كلام الشاع صح هو اللي ناع عنه عمر اللي ناع عنه ايه عمر لكن قبل كده ايام ابقركة من ايه مباعة واقراه الصحابة واحنا ما شفتناش بقى اقره ولا ما اقرهوش واحنا كنا عادي معهم هم كانوا عاديين في البرلمان مثلا وكل واحد قدامه جهاز بالزوراب بقى بيعمل فوتنجيس قرنو لا وقد نقل الاجماع لتحليم المتعة الامام النووي والقرطبي والخطبي وابن المنزر كحاجة اسمها اجماعات ابن المنزر المشهورة والشوكاني والقضي العراض والجصاص غيرها فيها الخلاصة الصديقي فالخلاصة الصديقي ان الاسلام لم ينهى عن الضعارة ولم ينهى بل نهى عن اجبار الفدايات على الضعارة اذا لم يردنا ممارستها لكن حتى في هذه الحالة لو اكرهت ابنتك او زوجتك او جاريتك على الضعارة او البغاء مقابل المال فان الله من بعد ذلك فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم الله يغفر لك اكراهك ايها المسلم لزوجتك ولابنتك ولجاريتك او خادمتك على الضعارة مقابل اجر فالله غفور رحيم اكرههم على الضعارة وما تخافش ان الله غفور رحيم ده بناء على النصوص الاسلامية تاني شيء ان رجل ذهب لمحمد يشكو له ان امرأته لا ترد يد الامس وتلين مع الرجال وتضحك معهم ومثل هذه الامور والناس يعبثوا بجسدها وهي تضحك وتلين معهم يعني هي تمارس الجنس مع رجال اخرين فمحمد ذهب استشير محمد محمد قال له اذا كنت تحبها فامسكها يعني اذا كانت زوجتك شرموطة ايها المسلم وتمارس الجنس مع الرجال وتدعى الرجال يعبثون بجسدها اذا كنت تحبها فامسكها هذه نصحة رسول الله محمد لك من صحيح مسلم بحديث صحيح والموضوع النقطة الاخيرة هي ان الله بنص قاطع قطع الدلالة والقرآن قطع السبوت يعني اباح الضعارة تحت مسمى زواج المتعة فقال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة الاسلام لم ينهك على ان تمارس الجنس مع النساء لمدة محددة مقابل اجر مالي لكن الاسلام فقط ينهك على ان لا تدفع اجر هذه المرأة ان تكون زبونا جيدا وهذا ما يروده منك الاسلام ان تكون زبونا جيدا للضعارة لكنها لم تنسخ كما يدعون لان الحديث لا ينسخ القرآن خاصة احاديث الاحد مثل احاديث المروية عن النهي عن زواج المتعة الذي يسميه المسلمون زواج متعة ونحن نسميه ضعارة لانه ضعارة يقوم على المتعة الجنسية مقابل الاجر مالي في مدة محددة وهذه شروط الضعارة برضو لما بتروح لأي عهرة او بالضعارة بتستمتع جنسيا لمدة محددة ساعة ساعتين تلاتة يوم مقابل اجر محدد فيعني الضعارة منصوص عليها الضعارة حلال وهي منصوص عليها في القرآن وان الصحابيات العفيفات كنا يمارسنا الضعارة بكوب من الضقيق وكف من الطمر وان حتى في اسوأ الاحوال ان ذهبنا مذهب من قالوا بتحريم زواج المتعة فقد قال الشفعي لم اعلم شيء في الاسلام احلة ثم حرم ثم احلة ثم حرم يعني كان حلال وبعدين حرم الله او محمد وبعدين احله تاني وبعدين حرمه الا المتعة وهذا دليل واضح ان هذه الاحكام هي من عند محمد كان يصدرها ويقولها بناء على مختطيات الامور وحاجة الجماعة او المجموعة التي يعيش وسطها من صعاليك الصحراء وقطاع الطرق والعاهرات والدعيرات واشهر الصحابة عمرو بن العاص امه عاهرة اسمها النابغة وسمية النابغة النابغة يعني العبقرية لانها كانت عبقرية في فنون الجنس وتمارس الجنس مع عدة رجال ومارست الجنس مع رهت من الرجال تسعة رجال يعني فانجبت عمرو بن العاص فكان لها الاختيار ان تنسبه الى ما انتشاء فنسبته الى العاص بن ويل تمام ده الصحابة الجليل عمرو بن العاص تمام فهذه حقيقة دينك صديقي دينك يبيح الدعارة والصحابيات كانوا عاهرات ومحمد كان قوادا كبيرا تمام والله كان داعرا كبيرا انت خبلك واباحة واقرة الدعارة في كتابه الكريم القرآن الكريم بس هو ده الموضوع بمنطقة البساطة اتمنى يعني المسلمين يفكروا بعقل ومنطق هل هذه النصوص وهذه الاحكام تأتي من عند خلق الكون فعلا او تأتي من عند اله كله الحكمة كله القدرة يعني اله فعلا يسعى الى مصلحة البشر ام تأتي من ام اتت هذه الاحكام من انسان زو نفس مريضة مهووس ومنحوم بالنساء يبيح لاصحابه الدعارة مثل محمد تماما اكونوا استمتعتوا بالفيديو واذاكركم مرة اخرى بدعم القناة بالاشتراك في القناة وعمل لايك على الفيديو ان اعجبك ومشاركة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والى اللقاء في الفيديوهات اخرى